تمت مواكبة مختلف الاستراتيجيات الصناعية بإصلاحات هيكلية بهدف تحسين مناخ الأعمال ورقيب تكوين الكفاءات من خلال تطوير بنيات تكوينية جديدة على غرار مدن المهن والكفاءات والرفع من تنافسية الصناعة الوطنية وهو ما مكن من التوفر على رأسما الباشري مؤهل في القطاع الصناعي تمتل النساء أكثر من 43% من العاملين فيه واليوم يحق لنا أن نفتخر بأنه في عهد جلالك الملك نصار الله تضاعف حجم الصناعة الوطنية وهو ما يعكسه على سبيل المثال ارتفاع الصادرات الصناعية ستة مرات حيث انتقلت من 61 مليار يلدهم سنة 1990 إلى 376 مليار يلدهم سنة 2023 ارتفاع عدد المقاولات الصناعية من 4500 سنة 1999 إلى ما يقوب 13000 سنة 2023 ارتفاع عدد مناصب الشغل الذي يوفرها القطاع من 477 ألف سنة 1999 إلى قرابة مليون منصب شغل اليوم كما تمكنت بلدنا في إطار هذه الدينامية من تعزيز انفتاحها الاقتصادي عبر اتفاقيات للتجارة الحرى أتاحت الولوج إلى أسواق عالمية تضم أزيد من جلال مليار و300 مليون مستهلك قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابعونا وفلاشين في براير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية